زر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني مقر مؤسسة الأيام للصحافة بالعاصمة المؤقتة عدن وخلال الزيارة التي طاف بها على أقسام المؤسسة المختلفة اطلع الوزير على شرح مفصل على المستوى التقني والفنية التي تعمل بها المطابع ومرحل العمل الصحفي والمؤسسي الذي يضع الأيام في مصافي التمييز المؤسسي والمهني وشد الوزير الإرياني خلال لقائه بقيادة المؤسسة بما لمسه من تطوير وتحديث للبنية التحتية في المؤسسة وكذا بالدور الذي تلعبه صحيفة الأيام في صناعة الوعي بين أوساط المجتمع مؤكدا أن زيارته تأتي في سياق اهتمام الوزارة بالمؤسسات الصحفية ودعم حرية الصحافة وهي تجسيدا للشراكة بين الحكومة والإعلام الأهلي وبما يسهم في توحيد الخطاب الإعلامي نحو هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وأشار الوزير الإرياني إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية لفضح جرائم ميليشيات الحوث الإرهابية التابعة لإيران وتوعية المجتمع بخطورة هذه الميليشيات على أمن واستقرار اليمن والمنطقة لا في تنيل أن العاصمة المؤقتة عدن أمام مرحلة جديدة سيكون لها ما بعدها على مستوى اليمن وهذا الأمر يفرض على الإعلام توعية الرأي العام بأهمية الالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والحكومة بقيادة الدكتور معين عبد الملك وخلفه بيئة تساعد على تجاوز أخطاء الماضي وتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات واستتباب الأمن والاستقرار وجعل عدن قبلة للجميع وثمن وزير الإعلام والثقافة والسياحة الدور الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في دعم الشرعية والاهتمام الخاص الذي يولوه للعاصمة المؤقتة عدن ودعمها في كافة القطاعات الحيوية وهو موقف أخوي ونبيل من جانبه رحب رئيس تحري صحيفة الأيام تمام باشر حيل بزيارة وزير الإعلام والثقافة والسياحة للصحيفة معبرا عن امتنانه للدور الذي يقوم به في تعزيز دور المؤسسات الصحفية والإعلامية وكذا دوره في العمل على إعادة تشغيل مؤسسة الرابع عشر من أكتوبر وبقية المؤسسات الإعلامية الحكومية والأهلية وأكد نائب رئيس تحرير الصحيفة باشر حيل هشام أن المؤسسة عملت على تطوير مكنة العمل في محطات مختلفة وتستخلص القدرات وتتواصل مع أحدث وسائل الإعلام المختلفة من مطابع وأجهزة للكمبيوتر لصالة التحرير